وللحديث أكثر حول الأسس المعدلة لأسس تسعير الأدوية لسنة 2020 معنا دكتورة وصالة الهجيش مديرة مديرية الدواء في مؤسسة الغذاء والدواء أهلا وسهلا بك دكتورة معنا إذن سنبدأ بما هي الآلية الجديدة التي ستطبق بالتفصيل إذا أردنا أن نبسطها للمواطنين أول شيء أهلا وسهلا بكم صدرة الأسس اليوم هي أسس معدلة لأسس تسعير الدواء طبعا بموجب المادة خمسة من قانون الدواء والصيدالي والتي جاءت بناء على الاجتماع مع كافة قطاع الدواء وأخذنا ملاحظاتهم وأراءهم بعين الاعتبار الأسس الحالية هي سيتم تطبيقها بعد نشرها في الجريدة الرسمية خلال شهر من تاريخه ستطبق على الأدوية التي تسجل جديدة وعلى الأدوية عند إعادة تسجيل هذه الأدوية طبعا أهم شيء أخذنا بعين الاعتبار ضمن سياسة المؤسسة أنه ضمان توفر الدواء بسعر عادل ومناسب للمواطن أهم المواد التي دخلت بالأسس المعدلة هي اعتماد الدول المرجعية دخلنا دول تعتمد على أو تكون مقاربة لمستوى الدخل للأردن مثل زي ما حكيت لبنان منها أذربيجان وتونس وبحيث أنه نحصل على معادلة سعرية مناسبة للأدوية بسعر عادل ومناسب وتم إزالة أيضا بعض الدول التي تكون فيها أسعار نعم دكتور إذا تحدثنا عن هذه الدول التي ذكرتها مثل لبنان وتونس كما جاء في البيان نتحدث عن دول مستوى الداخل فيها قريب من الأردن ولكن هل سيتم اعتماد أدوية من هذه الدول لتسعير الأدوية الأخرى؟ طبعا هي راح تدخل في المعادلة السعرية احنا كنا نعتمد على 16 دولة باحتسابنا اللي هو زي ما حكينا زمان أنه هي دول 90% من الدول بتعتمد على الأسعار المرجعية فبالتالي احنا هاي الأسعار المرجعية حاولنا أنه ندخل دول المستوى الدخل وحجم السكان مقارب للأردن وبنفس الوقت أذلنا بعض الدول اللي بيكون فيها أسعار الدواء غالي مثل نحكي هولندا وألمانيا هاي وبريطانيا أذلنا هاي الدول من المعادلة السعرية هلأ بصراحة احنا عملنا دراسة على عين من الأدوية وجدنا أنه ممكن نحصل على تخفيض من 10 ل 15% من سعر الدواء في حال تطبيق المعادلة السعرية الجديدة نعم دكتورة أيضا يعني متى تتوقعون أن تبدأ فعليا أسعار هذه الأدوية بالتأثر وبالتالي تذهب انخفاضا هلأ احنا لما تنشر بالجريدة الرسمية أي أسس اعتبارا من شهر من تاريخ صدورها في الجريدة الرسمية هي تطبق فبالتالي خلال شهر احنا راح نبلش نشتغل بالأسعار زي ما حكيت لك الأسعار الأدوية التي تسعر جديد لأنه احنا كل يوم عنا عملية تسعير والأدوية حاليا احنا مساجل عنا 8000 دواء بالتالي راح يكون تباع عن عملية التسعير لأنهم خلال عملية تجديد التسجيل وهلأ انت بتعرف انه فيه اكيد قطاعات اللي هي بتشترك معنا بالقرار طبعا بدنا يكون فيها توافق او انه يكون مرحلة انتقالية بحيث انه الكل يكون الوضع مستقر بكافة الأطراف سواء مستودعات الأدوية او السيدليات اللي هي اصلا بتبيع هاي الأدوية دكتور هذا القرار هلأ المادة الثانية اللي لازم نحكي عنها كمان تشجيع نعم يسجل او يطبق فعليا فقط على الأدوية المستورة دعم انه يطبق على المحلية ايضا لا هذا يطبق على الجميع على جميع الأدوية التي تسجل هلأ في المادة الأخرى اللي المهمة كمان انضافت وهي تشجيع للصناعة الدوائية الوطنية بحيث نشجع الصناعة انها تخرج بالبدائل هي ونعتمد على صناعتنا الوطنية لمعظم الأدوية بالتالي ادخلنا مادة انه تسعير الأدوية المستوردة سيكون تسعير تناقصة بحيث انه نسعر سبعين بالمية من سعر الأصيل يعني اذا حكينا الأصيل سعره عشر دنانير البديل المستورد سيكون سعره سبع دنانير هنا منفتح مجال صناعتنا الدوائية الوطنية انها هي اللي يتوفر البدائل اللي بحتاجها سوق الدوائي الأردني نعم دكتورة ما هي النسابة التي يمكن أن يتأثر فيها أسعار هذا الدواء كم تتراوح حلق حكيت لك احنا عملنا دراسة قبل ما نصدر هذا الأسس المعدلة عملنا دراسة على عينة من الأدوية وجدنا انه ممكن انه يحصل فيه تخفيض من عشرة متوقع يعني هو مش لانها عينة بتعرف كيف الدراسات العينة فمتوقع انه يحصل تخفيض على سعر الدواء من عشرة لا 15% من السعر اللي ممكن نتبعه بالمعادلة الجديدة لألية التسعير مديرت مديرية الدواء في مؤسسة الغداء والدواء دكتورة وصالة لهجيش كنت معنا شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة